دكتور مصطفى مدبولي هنخش بقى في شوية التهنئات اللي جات للسيادة الرئيس والشعب المصري بمناسبة ثورة 30-6 الرائعة دكتور مصطفى مدبولي بيهنئ السيد الرئيس بمناسبة هذه الذكرى ويعبر عن يعني ساعته بهذه المناسبة بالأصالة عن نفسه بالنيابة عن الحكومة كلها المصرية وأطيب التمنيات للسيد الرئيس بالتوفيق والسداد لما فيه خير مصر وشعبه في هذه البرقية بشأن التهنئة عاهد الدكتور مصطفى مدبولي السيد الرئيس بأن تواصل الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية في مسيرة النهضة الشاملة اللي بتشهدها الدولة المصرية تحت قيادته لتحقيق تطلعات وطموحات المواطنين وأخيرا قال إن ثورة 30-6 شكلت يوما فارقا في حياة الشعب المصري اللي خرج بالملايين منتفضا ضد قوة الشر والظلام اللي اختطفت الوطن ليملأ الميادين في مشهد حضاري شهد له العالم كله صنع بذلك الشعب المصري واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر اللي استعادت هويته وإنقاذ مصر من الفوضى والانهيار واستعادت هيبة الدولة ودورها الوطني والبداية الحقيقية في بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال المقبل الخبر اللي بعد كده قوات المسلحة تهنئ السيد الرئيس والشعب المصري بذكرى 30-6 أيضا في برقية أرسلتها القوات المسلحة للسيد الرئيس أبتح سيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة هنأت القوات المسلحة المصرية وتهنئ أيضا الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30-6 خبر اللي بعد كده وزير الداخلية سيادة اللواء محمود توفيق في برقية تهنئة حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير بعد كده تهنئة رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي اللي بعت برقية برضو للسيد الرئيس للتهنئة بنفس المناسبة جاء فيها فخامة الرئيسة فتح سيسي يطيبوا لي أن أهديكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن نواب الشعب أخلص التهاني وأزجاه بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 من يونيو تلك الثورة الفريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بكسافة المشاركة الشعبية ففي ظلام اليأس يولد الأمل